اهلا بكم احبائي يا مساء الفل يا صباح النور يا صباح الورد تحية عطرة تصلكم اينما كنتم مصحوبة بكل الحب من هنا من قناتنا قناة الحقيقة قناة المبادئ قناة الصدق قناة الجرأة قناة الانسانية قناة الجريء اهلا بكم بحييكم نلتقي دايما على معاد تنسوش لايك وشير عايزين صوتنا يجلجل الناس كلها تسمعوا ما يهمناش اللي معانا او اللي علينا احنا بنقول اللي يمليه علينا ضميرنا بس اهلا بكم احبائي ازايكم كيفكم يا رب تكونوا كلكم كلكم بخير يا رب اه زي زيكم بالزبط للأسف كلنا للأسف زي ما توقعنا الزمالك بيخيب امال كل جماهيره وبيستمر في نزيف النقاط هو يخسر النقطة ويجيب لنا احنا نقطة صراحة امبارح تحرق دمنا وترافع ضغطنا لا والله من منظر لعبة الزمالك كان بيلاعب زمالك كله كان بيلاعب اتنين بس من فريق امبي اتنين بس لعبوا بالزمالك كله بنجوم الزمالك باللي مدفوع فيهم بالملايين اللي بتمشي على الارض اتنين بس رفيق كابو وعلي فوزي ايه ما تزعلوش مني هيدي الحقيقة ده كابو ده لوحده جرى وراه خط تدفع بالكامل وخط الوسط فينه ده خط الوسط اوة كمان جري بس هو ما فين انا مش شايفاه محدش عارف يجيب منه الكورة علي فوزي ده لعب على حسام عبد المجيد مقدرش عليه حسام عبد المجيد غير بقى كوارس مين عبد الغني اللي عليه مليون علامة استفهام وعلى فريرة قبله دي شليون علامة استفهام اللي مصمم على وجوده مع ان محمود شابه انا موجبا مش فاهمة كل ماتش عبد الغني يعمل مصيبة فيها بيبقى هو دايما سبب مباشر في اي جون يدخل غير بقى أسستاته اللي بيعتبر هو اللاعب رقم 12 لأي خصم بيلعبنا انا بجد كرسة كرسة في خط الدفاع لعيب مش عارفة حسن دهول كده سرحان تحسه تايه جراله ايه مش عارفة جراله ايه الولد ده مش فاهمة اذا مالكة هزمت ننسف من فريق كان ممكن النتيجة تبقى اكتر من كده كان تبقى ممكن اربعة وكان وقت تالت داخل داخل بس ربنا سطر بس بينا عشان ايه يعني منشلش شيلة تقيلة قوي كده وكل ده من فكرة هجمات مرتدة بس طول الماتش سيبوهم يستحوزوا خلوا لعيبة زمالك تلعب بالكرة زي ما هي عايزة ويختركوا كل حاجة ويمشوا بالكرة وينقلوا بالكرة ويرجعوا كرة وراء ما يعرفوش ابدا يخشوا في منطقة الجزاء بتاعة امبي واحنا من هجمتين تلاتة مرتديتين حنخلص عليهم وقت كان انشغلوا بقى اللعيبة في ايه في الاعتراض خرجوا نفسهم برا ايه برا مود الماتش سيف فاروق طول الماتش معترد 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 كل لما يقع يعترد كل مش عارف ايه عدم لا خد خد انذار احمد سيد زيزو ما لك يا زيزو ما لك يا زيزو يمشي على سطر ويسيب سطح وفي ايه ما فيش لعيبة الصراحة اضعف مستوى لعيبة جد فيك الزمالك السنة دي مكرنا باللي اتباعوا او اللي مشتوهم نجوم بجد بجد حسب يلا هو نعمل وكير خلصتوا على الفريق خط نص ضايع بقى طريق حامد وساسي بتبدلوهم بدنجة وروقة دنجة ده محترامي ليه صاراب كبير فاتوانة كده من غير نتيجة اما روقة ده على قده على قده اللي بيقولولو عليه يعملوه سيف بقى سيف بقى زاهر سيف فاروق جعفر يعني الظاهر قعدتوا تنفخوا فيه زيادة عن اللزوم اي لعب في مطش يبقى كويس ينزل يتنفخ فيه من الاعلام لغاية ما المطش اللي وراه فارقع عذروني اظن كل الكلام ده انتوا موافقيني عليه اما بقى خط الهجوم هو كان فين هو احنا شفنا هجوم احنا ما شفناش حاجة ومزالت تغييراتك يا فريرا عليها علامات استفهام كبيرة انت مهزوم بتطلع عليه سيف الجزيرة طب نزل نضاي جنبك يعني اتنين مهاجمين حرام عليك غير تصريحاته فريرا بعد كل مطش ينهزم فيه طلع يقولك ايه متنسوش ان احنا كنا ابطال الدوري ولسه بدري مش فاهمة هو الراجل ده مش واخد باله ان احنا خامس الدوري مش فاهمة ويقولك كمان مش هنستسلم الدوري لسه مشواره طويل والهزيمة من امبي مش نهاية العالم يعني بس امبي يا كوتش ده انت ده انت فرقك كلها طب معنا فيك وانت مهزوم بتح خمس ست مطش بيقولك يعني انت السؤال لك يا فريرا هو السؤال هو فريرا من غير جهاز المعاون المدربين اللي هو المساعدين والمحللين الأجانب خلاص ضاع فقط تركيزه يعني المدير الفني ده مش عارف يتواصل مع المصريين او ايا كده يعني هو الوحده مش ساحر صح لازم يكون عنده فريق كامل بيساعده في كل حاجة هل فريرا مش عارف يتعامل مع المصريين يا ناس يا اللي مسؤولين عن عن الناجي ما تفوق وتشوفوا ايه اللي بيحصل انتو بتخربوها ايوا بتخربوها انتو مش بتخربوها انتو خربتوها خلاص حسب الله ونعمل وكيل طبعا الجمهور الصابر فجر انفجر 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 ونزل بقى بهدلف في الكل في اللعيبة وفي وفي الادارة وفي الجهاز الفني مش عارفة مش عارفة يعني انا سمعت حاجة بس انا مش عارفة بصح ولا غلط بيقولوا الجمهور ضرب امير سمعت كده انا قريتها وشفت صورة يعني ما عرفش ما اتمناش ان يكون صح يعني احنا مدين لكم فرصة ليوم الجمعة ان شاء الله الجمهور هو اللي بيقول هاتكلم عن حاجة مش هتشوفته في ماتش الزمالك بس كنت لازم اقف عنده مش هت احمد عيد اللاعب الزمالك المعار لامبي اللاعب واقف على الخط برا بيغني مع جمهور نادي الزمالك يا زمالك يا عمري تواخدين بالكم يعني شفته حب بيمشي في عروق ازاي ولاد النادي لا معار هيقدي اه مع اي فريق بس الولد بيقول الزمالك حبه بيجري في عروق طبعا كل البرامج جابته والمصور ما توصره طبعا انه لازم يصوره ويوقف الكاميرا عليه مدة عشان خطر يقل عقابه اكيد من من النج اللي هو فيه يعني هو مش بيصوره حبا ومش لعيبة بتشتغل لعيبة بفلوس وبس لعيبة عارفة يعني ايه معنى التيشارت اللي لابسها عندها حمية وغيرة على الفريق عندها رجولة ونخوة مش مناظر وبس عرفته ولا معرفتوش عرفت انك عمرك ما هتقدروا تعوضوا اللي انتم رميتوهم وبعتوهم وسبتوهم بتراب الفلوس عرفتو ولا لسه معرفتوش عايز اقولك ان كل ولادنا اللي سابونا ربنا فتح عليهم يعني طريق حامد مكسر الدنيا مصطفى محمد مبارح بيسجل حتة هدف تعادوا اللي ننت في الدقيقة 89 في شباك نيس شفتوا الهدف حتة دين هدف سجله براسه كأنه شايته برجله بالزبط سروخ بعد مصطفى محمد احنا معادش عندنا رأس حرب على فكرة نقطة ومن أول السطر شفتوا امام عشور دلوقتي دلوقتي امام عشور اللي انتم بعتوه ومعمركم ما هتعوضوه خفي عن فلان ولا خفي عن الناجل فلاني ولا بلاش تيجي قوي على ده ولا بدأ لا معلش انا مع الحق حتى لو الزملك لو الزملك طيب ما هو احنا ده احنا ما قطعين فيه ما قطعين فيكم مش بكده هو مقطعين يعني عمال على بلاء لما بيغلط ولما بيبقى فيه حاجة غلط بنقولها اهلا بيكم احبائي موضوع اللي بعد كده امبرح في برنامج ابراهيم فايق كان فيه انفرادة بتقول ايه ان فيه وساطة بين الزمالك وكهرباء عشان يساوي غرامة كهرباء حد يقول من الزمان وقلنا مفيش تقصيت ماشي بس فيه حاجة جديدة بقى طرأت على الموقف ايه بقى دخل فيها احمد يحية وكيل اللاعبين اللي له علاقة كويسة اوي بالزمالك مع مسؤول كبير اوي في الدولة حط خط حط خط تحتها عشان تقصيت غرامة كهرباء وخصوصا ان موضوع كهرباء يعني كهرباء قدامه شهر بيقول هيستقنف باش هينفع فيه مشكلة في الاستقناف لان هيدفع فلوس كتير في الاستقناف بس للأسف الشديد الاستقناف هيترفض يعني هتدفع فلوس والاستقناف عالفاض يعني فقدام كهرباء شهر هيبقى تقريبا قبل العيد لو ما دفعش هيتوقف كده ستة شهر على طول هيدفع هيدفع ايه بقى الوساطة الوساطة نزمالك ياخد فلوس كهرباء بالاست على دفعتين دفعتين نصها دلوقتي والنص التاني بعد تلت شهور ويكتبوا عقد بكده ده خبر اربط بقى الخبر ده بتصريح امير امبارح تلع واول امبارح قاله قال ايه احنا ما عندناش اي مشكلة مع كهرباء احنا عايزين فلوسنا والاهلي ملوش دعوة ولا دخل بهذا الموضوع اربط دول ببعض يعني ايه دلوقتي احنا بنقول هارب ما بنقولوش الهارب وما بنقولوش ادفع وبالأمر لا احنا ما عندناش مشكلة ادفع طيب ايه بقى الاتفاق قلنا 50% على طول و50% بعد التلت شهور بس التلت شهور دول قبل القيد الجاي عشان الزمالك يستفيد منه طب افرض انه دفع النص بعد كده ما دفعش قالك لو ما دفعش قبل اولا العقد اللي بينهم هيروح الكاس وهيبقى مكتوف فيه بنود وهيكتب فيه كل الكلام ده ما انا عرفش بقى ايه اللي هيحصل تفتكروا اذا مالك هيقصت فلوس كهرباء ها انتو رأيكم ايه طب ولو قصتها انتم راضين ناس تقول اه يستفيد خلاص احنا محتاجين زمالك محتاج فلوس هياخد مليون وشوية دولار وهياخد المليون التاني وشوية ثلاث شهور قبل المهم قبل القيد اما نشوف الموضوع الرابع موضوع الرابع بقى اذا كنت تركزوا معايا فيه فيه حاجة بتقول يعني فيه مثل بيقولك ايه تمخض الجمل فولد مقدر صراحة يعني مش لازم اقول فلان وفلان عشان ما يهموناش هم الناس قاعدة على كراس اكمالة عدد يعني والتنين تاني محترام الواحد منهم بردبته يعني ومكسفاله يرفقوا بعثة المنتخب الأولمبي في زنبيا ويه كمان من القرارات وفقوا على عرض الشركة المتحدة اللي هي ما هيمنى على كل الرعايات انها تبقى الرعي بتاعهم لمدة اربع سنين كويس قوي عشان كده بقى الوزير كان موجود سرا ممكن وشوية بقى تحابيش لزوم القاعدة بقى اشي معرفش تطبيق ايه على مسابقة النشئين واشي مش عارف ايه على دور القطاعات والجمهورية واشي معرفش اعتماد معايير ايه لاختيار كله كلام انشى كلام ما بيتطبقش لان هم اصلا ما عندهمش ما عندهمش القوانين وما بيمشوش على لوايح وبعدني يقول لك ما عارفش لازم من المدربين يكون معهم رخصة ايه ورخصة زيه مش عارف ايه طيب شكرا وبعدين هم شوية قرارات لزوم الاجتماع تمام تمام طب فين عقوبة كهربا بقى يا جمال علام انت والنايب بتاعك هم فين عقوبة كهربا مصر كلها نص مصر بلاش مصر كلها نص مصر قاعدة مستنية عقوبة هذا اللاعب آآ الخلوك الخلوك اللي شتم جماهير الزمالك كلها بألفاظ فاصقة وأسلوب خذر فين عقوبته فين عقوبة كهربا عاديين مستنين وعاديين نتفرج على اتحاد فاسد ظالم جبان بأخير بأخيركم معنا الصراحة أهلا بيكم أحبائي نخش على الموضوع الخامس من منصات إعلام هم هم حد من الإعلاميين وناقد رياضي قال إن فيه تمرد داخل النادي الأهلي بين نجم نجوم الأهلي والحرس الأول لمنتخب مصر محمد الشناوي عايز يمشي مش عايز يعط جالوا عرض وكان جالوا قبل كده في السيف في يناير قصدي من ناجي النصر السعودي وعرض خرافي تقريبا من 3 مليون دولار حاجة تزاغل للعيون كده ومصمم عليه وهيمشي مش هيعط طب مين كمان إليو جانج إليو جانج نفس القصة عايز يمشي جالوا عرض الاتنين متمردين من العين الإماراتي بس بقى إليو جانج العرض بتاعه 4.5 مليون دولار الإدارة متمسكة لكن هما الاتنين عاملين حالة من التمرد طيب إيه كمان موضوع اللي بعد كده أهلا بيكم أنتم يا ربا ما تكونوش بتتضيقوا مني أنا بحاول أن أنا أجمع لكم كل الأخبار وأقولها أنا بقولها زي ما هي بس لازم نقول رأينا ونقول ملحوظتنا وإن كانت عجبانا ولا مش عجبانا إحنا حرين فيه رسالة جات من عبد المشتاء كان نوه عليها الجريء والأستاذ محمد فاضل أو الجريء قالها والأستاذ محمد فاضل رد عليها بس أنا الحقيقة ما رضيتش ما عايز الرد تسمحولي تعرفيني رسالة لعبد المشتاء عبد المشتاء فاكر نفسه واصي على الزمالك بيبعت رسالة للقايمين على إدارة شؤون الزمالك مش لمجلس إدارة نادي الزمالك ماشي للناس اللي قايمة بالدور يعني بيقول لهم إيه الناس بتشتكي إنهم مش بيقبضوا مرتباتهم وفيه أزمة اقتصادية وفيه غلام عيشة وارتفاع في الأسعار وبيعمرهم وبسرعة إصرفوا المرتبات بتاعتهم وخصوصا إن أنا عارف كويس إن الزمالك فيه فلوس وسلته من عقد الرعاية وعقد بيع إمام عشور ما تتحججوش بقى هو اللي بيقول كده للمسؤولين دول اللي هما القائمين بالأعمال ما تتحججوش بالحجز على الأرصدة وإدفعه للناس ده كلام هو بأي صفة أصلا بيتكلم دي نمرة واحد حاجة غريبة حضرتك مالك وإيش دخلك في شؤون النادي وبأمارة إيه بتؤمرهم يدفعوا وحضرتك عارفة هو دخل النادي جاي منين والفلوس فيها كام يا السلام سبحان الله طب ما انت قلبك رهيف أوي كده ما تدفع لهم انت بلاش بلاش صحبك صحبك اللي بيدفع الولي أمرك بملايينه وقرمه عليك يعمل حاجة كده الوجه الله ويدفع للغلابة بلاش يا سيد يفك الحاج بلاش يدفع يفك الحاج يخلي الغلابات مقاعتية حصل وشوية وقفته وقفته مدى الحياة وفصلته خالص من منظمة الاتحاد الرياضي ليه بقى لأنه تعدي على الحكم وتلفظ الفاظ خارجة وبسق عليه في ماتش بين الجيش وليوسية الحكم ساعتها طرده برا الولد ده اللي هو أحمد صالح ده النادي الأهلي كان بيفكر جديا أنه يتعقد معي تخيلوا أهلا بيكم أحباي في موضوع بقى الأخير اللي هتكلم فيه معاكم مقالة عجبتني جدا 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 فقلت نتكلم فيها على فكرة وبننبه ويا ما أستاذ فاضل اتكلم فيها ويا ما اتدري اصر اخوال عليها ونقول الحقو الإسماعيلي يا ناس الإسماعيلي امبارح قرأت مقالة عجبتني جدا كتبها بيقولك مخطط إسقاط الإسماعيلي مضمونها ايه أنا مش هقول كل الكلام اللي قاله بس هقولك مضمونها بيقولك كل ما بيشوف الإسماعيلي في الفترة الأخيرة وفي السنين الأخيرة دي عمال يرجع وراه وبيصارع عشان يبقى من أجل البقاء بيأكد له فساد المنظومة القروية وبيأكد إن فيه مخطط ومفية هدفها إسقاط الأندية الشعبية لمصلحة أندية الشركات ورجال الأعمال يعني اللي جاي في الطريق بعد الإسماعيلي هيكون المصري واللي وراه هيكون الاتحاد مفية كلهم مشتركين من جوه ومن بره الإسماعيلية المهم إن هم يسقطوا أول نادي أخذ بطولة أفريقيا الإسماعيلي كلكم عارفين إن كان كل نجومه هم نجوم المنتخب هم اللي أسطروا في المنتخب أيام علي أبو جريش أو سيد سيد بازوكا أو شحتا فكرين طبعا يعني الأهلي أخذ من الإسماعيلي ستة لعيبة في سنة 2005 هم كانوا السبب إن الأهلي حصد بطولات محلية أفريقية مين كان عماد النحاس محمد بركته سيد معود وإسلام الشاطر وعبد الله السعيد يعني الإسماعيلي ده يعني يعني فاتحة الكرة المصرية فعلا السؤال بقى هو بيسأل بقى هل أصبح إسكاط الإسماعيلي صاحب البطولات عشان يفسحوا المجال لبيرامد فيوتشر وسيراميكا والبنك الأهلي وغيره من أندية شركات ورجال أعمال يعني هم عايزين يسقطوا الإسماعيلي يبقى بيسقطوا الرياضة المصرية كل الأسباب مكشوفة واضحة وكل اللي بيدور وراء كواليس الكرة المصرية معروف إبعاد الإسماعيلي ده بفعل فعل يعني لو الفلوس اللي بتتسير في ربعها على بيراميد دي ما كانتش توقف الإسماعيلي على حيله طبعا توقفه توقفه اللي جابوه كمان طوي هل أموال الأندية دي اللي عايزين يغيروا الخريطة عشان يحطوهم هم هل أموال دي تقدر تجيب لهم بطولات أعتقدش كل اللي بيحصل في الإسماعيلي في السنين الأخيرة هو عن عمد وإصرار لإسقاط زعيم أندية الأقالين لأن لما هيسقط الإسماعيلي هتسقط معايا الرياضة يا وزير الرياضة يا وزير الرياضة اللي بتتفرج ولسه في الطريق المصري والالتحاد أنا عجبتني قوي قوي وبصراحة شابو إسلام صادق وده فعلا كلامنا هنا في القناة ويامل أستاذ محمد فادر قال قال والجريق قال كل اللي بيحصل ده بيزنس كل ده عشان خاطر اللي معاهم شوية فلوس زي فيوتشر وزي وزي عايزين يركبوهم وممكن يكونوا كمان عايزين يزيحوا الزمالك عشان يحطوا مكان فيوتشر مين يعرف ما تقدرش ترق بصوا توقع ما لا تتوقعوا في المنظومة دي ومع الناس دي حبيبي يا رب ما يكونش دايقتكم لغاية هنا نكون وصلنا لنهاية كلامنا حبيت إن أنا ألم لكم كل الأخبار وحبيت إن أنا أقول رأيي ويا رب ما يكونش دايقتكم رأيي ممكن تكونوا لكم رأيي تاني ومالوا قولوا اللي يعجبكم ورأيكم على عيني وعلى راسي في الآخر الاحترام بنا هو الأساس أشكركم أحبائي وإلى لقاء قريب وترككم في رعاية الله سلام